وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 429 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات 158 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 35 طن وفي مجالي عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسياد من السعر الرسمي تم ضبط 116 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 712 قضية من بينها 230 قضية خبز ناقص الوزن و208 قضية خبز غير متابق للمواصفات وفي مجالي ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 20 قضية بمضبطات تبلغ قرابة 134 طن توقيت 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 توق